بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومؤساة بوفاة وكيل محافظة تحج محمد صبار الجماعي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحيات والعطاء من أجل خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والنظام اليمهوري وعبر رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أسرة الفقيد وجميع آل الجماعي عن خالص العزاء وصادق المؤساة بهذا المصاب الأليم منوها بمواقف الفقيد المشرفة خلال حياته ما جسده من شجاعة والتزام في حماية المكتسبات الوطنية ومواجهة ميليشيات الحوث الإرهابية وأبتهل رئيس الوزراء إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والجميع الصبر والسلوان